محاولة اغتيال منذ ظهور تنظيم الدولة على الساحة السورية وبدئه المعارك ضد الثوار انتهج أسلوب الاغتيالات ضد القيادات العسكرية والشرعية والسياسية للفصائل المقاتلة على الأرض ضد نظام الأسد ونجح التنظيم في بعضها وفشل في بعض آخر محول النجاحات الثوار في كثير من الأحيان إلى خسائر صباح اليوم وعلى وقع القصف والمعارك المستمرة في ريف دمشق أعلن عن وفاة الشيخ رياض الخرقي متأثرا بجراح تعرض لها إثر تفجير انتحاري لأحد عناصر تنظيم الدولة استهدف مقر فيلق الرحمن بالغوطة الشرقية ليكون الشيخ المشهود له بالتقريب بين الفصائل ضحية جديدة لتنظيم فعل بالثورة ربما أكثر حتى من النظام في بعض الأحيان أبو ثابت الدمشقي كما يكن الشيخ رياض شغل مواقع مهمة خلال ثورة الحرية حيث كان رئيسا للهيئة الشرعية في دمشق وريفها وعضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي السوري وأحد مؤسسي الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام يعرفه الناس بالعالم المحدث وهو أحد الشخصيات الاعتبارية في مناطق سيطرة الثوار من دمشق وريفها في سوريا ليس بشار الأسد ومؤيديه من عليك أن تحذرهم فحسب فأصحاب الأقنعة السوداء أكملوا مهمات فشل جيش النظام في تنفيذها وكانوا خنجرا في ظهر الثورة السورية اشتركوا في القناة